قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بانبيو يوم الأحد إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع تهران وفي مقابلة مع برنامج فوكس نيو السانديي قال بانبيو إن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنب الحرب لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية وقال إن الولايات المتحدة ستتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير دبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في آقاب اتهامات من جانب إدارة ترامب لإيران بتنفيذ هجمات الخميس الماضي على ناقلتين أفط في خليج عمان وممر حيوي لشحنات النفط ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات ترجمة نانسي قنقر